طبعا لنا على الأكل من سنين ليست بعيدة جدا أصبحنا كنا في البداية حينما ننقب لا نعنى بالترميم من الآثار وتلميم الموقع الذي ينقب فيه لكن الآن وهذه تحمد لهئة السياح والآثار قبل فترة التي كانت الآثار قطع منها أو قبل ذلك وزارة المعارف ووزارة التربية والتعليم التي كانت الآثار إدارة عامة ثم وكالة مساعدة ثم وكالة إلى أن أصبحت أيضا جزء من قطاع السياحة والآثار الهيئة السياح والآثار ثم الآن أصبحت هيئة هيئة من هيئات وزارة الثقافة وهيئة التراث والحقيقة أن هيئة التراث الآن لها عناية كبيرة جدا بأنها ما تحفر مترا إلا وتحاول أن ترممه لكي تحافظ عليه وكي تهيئه للسياحة في مستقبل الأيام هذا الجانب هو جانب المحافظة على الآثار وهو جزء من حديث اليوم رأينا في فايد على سبيل المثال وهذه في منطقة حايل أنه كل ما نقب عنه من جدران ونحوها رمم وجرأ التأكيد من أنه في مأمن وأنه مصان وأنه محافظ عليه أيضا هناك الآن انتباه كبير لما يجري في تيماء من تنقيبات ومحافظة على الآثار في نفس الوقت وللحقيقة أن الحفاظ على الآثار ليس فقط في المناطق التنقيب وإن في غير مناطق التنقيب هناك كما تعلمون حراسات هناك متابعات هناك يعني استفادة من وسائل الحديثة في سبيل المحافظة على الآثار وصيانتها وطبعا المتاحف كما تعلم المملكة العربية السعودية الآن أصبعت هيئة المتاحف أيضا هيئة مستقلة ويتبعها عدد كبير من المتاحف الرسمية فضلا عن المتاحف الأهلية المتاحف الرسمية وهي التي طبعا من مسؤوليات الدولة أيضا تحافظ على الآثار وتصونها وتعرضها وتقدمها لجمهور المشاهدين وأيضا للباحثين والدارسين والسواح وحقيقة نحن في مملكة العربية السعودية نفاخر بآثارنا التي كما قلت له في بداية الحديث تمتد إلى أكثر من مليون سنة